طبعا في هذه الايام وديه يمكن ايام زي ما بقوله ايام الركود الرياضي وايام التوقف وايام الاستعدادات النهائية لاكتمال او استكمال موسم هيبقى طويل جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي كنت مبارح فتحت ملف المباراة الاولى مباراة نادي الزمالك مع النادي المصري بل وفتحت ملف المركات الشوتوي او استعدادات نادي الزمالك لعمل صفقات وانا هنا بتكلم على اللي بتقال فيه المواقع طبعا فيه كلام كتير جدا بتقال في المواقع منها ما قد يكون اجتهادات صحفية ومنها ما لا يكون اجتهادات صحفية في نهاية الامر لما انا كنت بتكلم على كل الاحتمالات احنا بنتكلم على احتمالات لسكواد قوي بيلعب عليه فريرة وامير مرتضة وادارة نادي الزمالك لعمل فريق كرة يحقق طموحات الملايين من عشاق نادي الزمالك طيب لما انا بتكلم على المستوى المحلي فانا بتكلم على دوري وكاسو الزمالك حامل اللقب وبتكلم على ايام الزمالك بيستعدي فيها في فترة اعداد مصغرة لبدء استكمال مسابقة الدوري ولمباراة دور الثمانية امام النادي المصر ان شاء الله يوم 26 نوفمبر على الجانب الاخر كل انظار الزمالكوية بص على القرعة الخاصة بيدور ربطة الابطال الافريق ان شاء الله يوم الاربع اللي جاي التصنيف الاول انت مش فيه كزمالكاوي كزمالك تصنيف الاول التراجي التونسي الرجاء المغربي الوداد المغربي والاهلي المصري على الجانب الاخر الزمالك فيه التصنيف التاني طيب السؤال والفلسفة اللي انا كلمت فيها امبرح وبعيدها وبكرارها مرة تانية انت النهاردة كنادي الزمالك هل تخشى من اي فريق اكيد لا هل نادي الزمالك بالسكواد والمجموعة اللي موجودة تبقى للمقارنة مع باقي الفرق يقدر يصل بعيدا في دور الابطال بالتأكيد اه هتقول لي اه اقولك اه انا عندي بعض الغيابات وعندي بعض الاصابات لعله خير لعله خير لان موضوع الاصابات ده وان كان فيه علامات استفهام عليه فطبيعي جدا ده الاصابة قدق وقدر بس الاصابة جاية لي في بداية موسم عند بعض اللاعبين المؤثرين اللاعب الوحيد اللي فعلا زعلنا كلنا اصابته وغيابه وطبعا الونش تعويد الونش وطريقة اللعب اللي هلعب عليها فريرة نحن نفق جميعا في قدرة هذا الرجل وقدرته للامر وازاي نعد المأزق دوت ليه لان انت افضل مدافع داخل القرى الافريقية انت خسرته ودي بكل المقاييس ضربة قاسمة اللي خلى النهاردة الاصابة دي هي اللي خلت اشعاعات كتير تطلع انا امتبعها النهاردة في كتير من المواقع وانا هرد على هذا الامر فكرة ان بدأت اطروحات مين اللي جاي ويحدده خلي بالك ان الزمالك هيجيب مين هيجيب مين مكان الونش في خط الدفع وكأن الزمالك اعلن من خلال قطاع القرى في نادي الزمالك والاستاذ امير مثلا طلع عامل تصريح وقال والله احنا في الشتاء او في المركات الشتوي احنا هنجيه في يناير اللي جاي بعد شهرين ولا شهر ونص احنا هنجيه بمدافع هل الكلام ده حصل؟ الكلام ده ما حصلش هل صدر من اي مسئول داخل نادي الزمالك عن ان هناك تدعيم للصفوف خلال المركات الشتوي الكلام ده برضو ما حصلش هل هناك اي تصريحات متخرج من ادارة النادي او من رئيس النادي او من رئيس قطاع القرى او من المدير الفني دي اللي هما الاربعة اللي ممكن يتكلموا رئيس النادي طبعا ده رئيس النادي رئيس قطاع القرى المدير الفني او المصدر نفسه او اللاعب نفسه إن كان جوه نادي الزمالك أو بره نادي الزمالك هل إحنا سمعنا حاجة من الحاجات دي كل الكلام دوت أنا باخده أنا كراجل إعلامي باخده على إنه هو على سبيل الإشاعة أو على سبيل الاجتهاد الصحفي أو على سبيل إن دي خبر أو إن ده خبر ممكن يعمل راو أو يعمل رواج أو يعمل جدل زي ما بيقوله إنما لم يصدر أي تصريحات رسمية فيما يتعلق بمستقبل الفريق مع نادي الزمالك الأخبار اللي إحنا من أهل كنا هي دي الأخبار الحقيقية اللي جاية من جوه نادي الزمالك أو على الموقع الرسمي لنادي الزمالك أو على قناة الزمالك الرسمية وهنا ده اللي بيقولك التفاف جمهير نادي الزمالك حول قناة نادي الزمالك لأن كتير من الأخبار اللي ممكن تسمحها عزيزي المشاهد في بعض البرامج الأخرى أو في بعض المواقع ما هي إلا اجتهادات إعلامية لإعلاميين أنا لا أثق أو أنا يعني لا أثق أو سوري أو أنا أثق تماما في نيتهم اثق في نيتهم واثق في ان هم بيكتادوا انا مش اروح للنقطة التانية او للمنطقة التانية في سبيل ضرب الاشاعة وفي سبيل ضرب الخبر اكيد انا مش هتكلم في هذا الامر انا بتكلم على ان في واحد بيكتاد انه بيقوله الله انه بيركب الامور على بعضها طالما الونش مش هيرجع الا بعد 6 شهور والزمالك عنده نقص في المنطقة ديت ممكن اي لقدر الله اي حاجة تحصل تاني فاكيد الزمالك بيدور على او هيلعب على صفقة في المركات الشتوى فيقوم هو عامل موضوع ما خرجش من النادي فانت تستقبله كزمالكا وكأن الامر فعلا هيحصل ان الزمالك هستقطب او هيدعم صفوفه بمدافع جديد اتعودت مع المجموعة اللي موجودة دلوقتي في ادارة الكرة في نادي الزمالك ان لا يخرج اي تصريح من الاساز امير مرتضى منصور او من مستر جوزفالدو بيريرا في مؤتمر صحفي او في تصريحات تليفزيونية الا لما يطلع يقول لي صوت وصورة ان انا هجيب مركاتو او ان انا هعمل مركاتو ان انا هجيب صفقة او اتنين ان انا محتاج بس السؤال اللي بيفرض نفسه ليه الكلام دايما على نادي الزمالك في الامور ديت يعني ليه دايما الزمالك هو اللي عليه سبوت وهو دايما اللي عليه العين زي ما بيقولوا ليه هو الكلام الكتير ولما الزمالك يخسر اتنين بنته كأن الدنيا يعني قامت ومقعدتش وفي حين الاجواء هادية جدا جوه الفريق كرة في نادي الزمالك والحديث عن مستقبل يوسف اوباما مع الفريق ومحمود علاء ده محمود علاء يقطع اعارته هيرجع للزمالك وكلام كله على ارض الواقع لو سألت محمود علاء لو سألت المسشر مرتضى منصور لو سألت الحج محمد بصلحي وان العلاقات الودية وان قطع الاعارة وانه هيحصل يرجع في يناير كل الكلام ده وانا ما شفتش فريرة في الموضوع ولا شفت امير مرتضى في الموضوع وبعض المواقع النهاردة عملت خبر وقطع اعارة محمود علاء والحكاية والروية وان فريرة بيرفض مش عارف ايه وان اوباما جاي له ومش عارف ايه فهو قال لك لا مش هيمشي كل الكلام ده والدنيا هادية خلص وانت عندك توقف وعندك لسه فرقة هتبدأ تدريباتها بكرة بعد اجازة اربع تيام او مش عارف قد ايه فانت طبعا احنا عشان احنا خدنا على كده وعشان احنا تعودنا على كده وعشان احنا تعودنا على النادي الزمالك وطبعا ده قدر الكبار وقدر الانديا الكبيرة زي نادي الزمالك وطبعا على الجانب الاخر الانديا الكبيرة زي النادي الاهلي زي النادي الاسماعيلي زي النادي المصري زي النادي الاتحاد زي غاز المحلة زي اي نادي حتى شعبي زي نادي اسوان زي كل الانديا الشعبية اللي بتلعب في الدور الممتاز اللي الجمهور بيتم باخبارها بتلاقي اخبار كتيرة جدا على ارض الواقع مش مظبوطة ومش حقيقة وما هي إلا اجتهادات من قبل بعض الإعلامين أو الصحفين من زملأنا المحترمين اللي هم بيحاولوا إنه هم في هذا الركود الإعلامي والرياضي زي ما بيقولوا في فترة الكل ينظر ويتجه بأنظاره إلى كس العالم يقولك طب أعمل شوية إيه شوية موضوعات كده وأعمل شوية ساسبينس كده وأعمل شوية إصارة وبتاع ومحمود علاء وخلي بالك كما أنت كان بقى عز مالك والاتحاد فأنت كده بتتكلم على ناديين جماهرين فأنت بتعمل كده إيه شوية شغل زي ما بيقولوا ويخلوا الناس تتكلم فنمتدي نتكلم يطلع أي نجم من النجوم زي عبدالله سعيد النهاردة لما خرج بتصريحات فحرج الميا الركدة فيما يتعلق بالحق للإعلام الرياضي فبدأت الناس تتكلم على تصريحات النجم مصر الكبير الكابتن عبدالله السعيد